في 2017 طلبت تركيا من إدارة أوباما شراء منظومة الصواريخ الأمريكية المسمى بباتريوت وبالفعل بدأت النقاشات بين الجانبين لإتمام هذه السبقة إلى أنها باءت بالفشل قبل فشل المفاوضات بقالي لتجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا لشراء منظومتها الجوية المعروفة باسم S-400 وبالفعل بدأت موسكو في تسليم المنظومة إلى أنقرة خلال الأيام الماضية الأمر مشاهدين ليس بسيطا إلى هذا الحد لأنه له تقاطعات تركيا حليف مهم للولايات المتحدة الأمريكية ولا تريد فقدانه ولكن شراء منظومة روسية متطورة يزعج واشنطن بشكل كبير أما الجيش التركي الثاني أكبر جيش في حلف الناتو بعد الجيش الأمريكي وتزويده بالمنظومة يعزز من قدراته بشكل كبير وهذا أيضا يقلق الغرب وأمريكا لخلافهم عن نظام التركي الحالي ولكن ماذا عن رد الفعل الأمريكي أو رد الفعل واشنطن واشنطن حذرت تركيا مرارا من الاتجاه نحو روسيا وشراء S-400 ولوحت بتطبيق عقوبات عليها حال تنفيذ هذه الصفقة إلا أن دونالد ترامب قال مؤخرا إن من تسبب في هذه المشكلة هو الرئيس السابق باراك أوباما بعد أن ماطل في بيع باتروت إلى تركيا وبالرغم من ذلك أوقفت واشنطن برنامج التعاون بينها وبين تركيا كإجراء من العقابي للأتراك بعد شرائهم S-400 أقصد برنامج F-35 فماذا يعني ذلك وما مآلاته ومن المستفيد ومن الخاسر في هذه الصفقة